احنا كان للحوار بقية بدأناه في حلقات سابقة عن علامة الساعة الصغرى حضرتك وانت ممكن اتكلمت وخليني افكرك انت قلت ايه عشان نفكر لسهد المشاهدين ببعض هذه العلامات ظهور مدعي النبوة ان يقبض العلم في اخر الزمان ضياع الامانة ان يتولى يعني المكان اذا وصل الامر غير المؤهل ظهور الفحش والتفحش كما تفضلت وقطيعة الرحم وان الاسف الشديد اصبحت ظاهرة سلبية جدا في مجتمعنا اليوم مرد حنبدأ به نتكلم عنه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نقول في الاول بس ان من رحمة ربنا بل من كمال رحمة ربنا ان فيه اشراط للساعة لان دي بتهيئني انا كانسان مسلم ان انا اعرف ان الايامة الرابط علامات الساعة السهرة يعني مش معناها قرب القيامة انما علامات الساعة الكبرى خلاص يعني القيامة ما فضلناش غير يعني اوقات بسيطة جدا انما علامات الساعة السهرة كما ذكرنا برضو منذكر المشاهدين نم 94 علامة وعلامات الساعة الكبرى عشر علامات تكرنا من علامات الساعة السهرة حوالي تسع علامات طبعا رحمة ليش نذكرها كلها طبعا لشان احسألك سؤال كده يعني مش عايزة نقط يعني فتح الموضوع فتح بس انا عايز اعرف يعني علامات الساعة الكبرى في حاجة منها ظهرت لا لا لسه خالص لان علامات الساعة الكبرى تبدأ بظهور المسيح الدجال طبعا المسيح الدجال لسه مظهرش يعني نحن لسه مظهر لا لا لسه خالص بس تشعر في هذه الايام ان العلامة الوسطى الرابط اللي هي اللي هتسبق الكبرى اللي هي ظهور المهدي تشعر ان الدنيا كلها الان بتهيأ لظهور المهدي طبعا ظهور المهدي لما هنتكلم عنه هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن ابن علي اللي هو الحسن ابن فاطمة ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زي اسم النبي اسمه محمد ابن عبد الله تمام كده سيبايع له بين الركن والمقام عند الكعبة ويقود المسلمين الى انتصارات على المشركين الى غير ذلك لكن ويمكن المولى عز وجل لدين الله في ذلك الوقت طبعا الدنيا كلها بتنتظر ظهور المهدي وتعتقد ان المهدي عليه السلام في خلال سبع سنوات سيمهد الكون كله لتمكين لهذا الدين العظيم لكن الموضوع مش كده الموضوع ان الارض ستهيأ اصلا بانتشار الخير والصلاح والدين الى غير ذلك لحد ما يظهر المهدي فيكون القائد الذي يقود الامة لان لا يمكن حتى يكن بعض شبهات الذين انقاروا ظهور المهدي قالوا معقولة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من اصطاح الارض في 23 سنة يعني لم يتمكن من اصلاح الكرة الارضية كلها وانما يتمكن من اصلاح ارض الجزيرة والصحابة بعد كده تولوا بقى الفتوحات الاسلامية لغير ذلك ويجي المهدي وهو من اهل بيت النبي يتمكن من ذلك في سبع سنين الموضوع مش كده الموضوع ان الارض تهيأ من قبله طبعا لما هيجي الموضوع المهدي هنذكر التفاصيل في غاية الروعة والجمال عشان كده بقول بقول المشاهدين انتظروا مفاجآت والله في غاية الروعة وكلها بأدل انتظروا مفاجآت ولا انتظروا المهدي انتظروا مفاجآت وهي طبعا وانتظروا المهدي قريبا ان شاء الله ما بقولش قريبا دي معناها بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة لا طبعا الموضوع مش كده قد يكون الامر بعد 20 سنة ولكن يعني هذه 20 سنة دي في عمر الزمن لا تسوي شيئا وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون